طب تعالوا لنا موضوع الاتحاد الاه لا يلعب كاس مصر هل اتحاد الكرة بعت للاه لايحة كاس مصر؟ لا طب هل شروط وجواز والنظام التسويق الخاص بالبطولة بعت للاندلة هتلعب كاس مصر؟ لا طب ايه السند اللائحي اللي على اساسه الاه لا يلعب دور الاتنين وثلاثين بدون الدوليين؟ مفيش لانت حتى على مستوى مش التحكيم بزا انت حتى على مستوى المسابقات زيرو فاشل في اللايحة الكاس يا حج عامر مش موجودة وهنا بقى لايحة الكاس دي الاتحاد مش الربطة الاتحاد مش الربطة فانا هكلم عامر حسين وإدارة الاتحاد لان الكاس بيتبع إدارة الاتحاد مش الربطة فيل اللايحة مابيش لايحة فجأة كده العب دور الاتنين وثلاثين يوم تمانية وعشرين او تسعة وعشرين مايو تسعة وعشرين مايو مع الالامونيوم فجأة كده هتلعب بدون اللاعبين الدوليين هنضم المنتخب مصر ليه؟ أصل الكابتن حسام عايز ياخد اللعيبة قبل الأجندة بإسبوع ده تبقى للوايح غير قانوني طب قبل كده لما النادي الأهلي وافق للمنتخب ولاتحاد القرى أن يسيب اللعيبة كان فيه اتفاق بس هل الاتفاق ده المنتخب التزم بي؟ قالك لا ليه بقى؟ الأهلي قالك إيه في البيان؟ نتيجة محادثات تمت بالفعل بين الجهاز الفاني للأهلي ونظيره في المنتخب حتى لا يتعرض لعيب الأهلي الإصابة للأسف لما يحدث أي التزام تبقى للكلام اللي كان ما بين كولر وحصام حسن وقتال أهلي لما تحصل اجتماع ما بين الاتنين الأهلي طلع وقالك إن فيه اتفاق بين الطرفين بخصوص المباراتين اللي هيتلعبوا في أجندة مارس جهاز المنتخب لما يلتزم بالاتفاق خلاص أنا هلتزم باللوايح فيه لوايح منظمة أنت الأجندة تبدأ تلاتة ستة عايز تاخد اللعيبة من تمانية عشرين خمسة طب افرد أنا كجهاز فاني للأهلي عايز أخلص ماتش الفاينال خمسة عشرين خمسة هدي راحة للعيبة أربع خمسة أيام والعب ماتش الكاسب عناصر تانية تجي انت تاخدهم تلعب بيهم أو تعمل بيهم معسقر للمنتخب مصر بلعب ما رايحتش هيخلصوا الأجندة يوم عشرة هيرجعوا لي كل اتنين وسبعين ساعة يلعبوا برا في الدوري طب ما لعبت كده ما رايحتش يبقى مين اللي هيتضر أنا النادي الأهلي لا يتضر طب المنتخب هل أفاد الأهلي؟ لا ما أفادش الأهلي المنتخب بس أو جهاز المنتخب شاف بس هو هيتعامل إزاي ما انت لازم تتعاون مع الأندية ما في نهاية الأندية دي لو لعبت على أعلى مستوى ده هيفيدك هي الفكرة مش أنا هستفيد إيه وغير ما يستفيدش إيه لازم المصالح تكون مشترقة لأن الأندية دي في النهاية بتلعب عشان تفيد المنتخب مصلحة المنتخب ان الاهل لعبته تاخد اجازة اربع خمس ايام بعد ماتش فينا الافريقية انك لما تاخدهم على طول من الدار للنار عشان معسكر وتلعب ماتش يوم ستة ويوم عشرة مع بوركينة وغينية انت ممكن تتجدد اصابات تانية لعبة تانية وفي الاخر ما تلاقهمش لان انت دلوقتي حتى داخل معسكر جاي بتاع اجندة ستة ومش لاقي لعبة نتيجة الغيابات والاصابات العزيدة فلازم يكون فيه تنصيق وتعاون بس لما يتم التنصيق وتعاون لازم الاتحاد وجهاز المنتخب يلتزم بهذا التنصيق طب لايحة الكاز اتبعتت؟ ما اتبعتتش طب هلعب ازاي معك بطولة كاز وانا مش عارف اصلا لايحة البطولة ايه واحنا نفضل في العك ده كل سنة؟ نفس العك بتاع كل سنة؟ مفيش فايدة